يعني دكتور شايفة الصعوبات اللي هتوجهيها في حالة وجودك كرئيسة نادي النادي الزماليك الصعوبات الحقيقة في معاملة الأشخاص أو المشاكل الموجودة داخل نادي الزماليك شوف حضرتك إن شاء الله ما يكونش فيه صعوبات لأن أنا محملة زي ما قلت حضرتك بالخبرات الميدانية والنحية الأكاديمية لكن هنرجع نقول هنا إيه هي الصعوبات الموجودة في النادي الزماليك بزفت ده اللي أنا عايزة أوصل بي شوف حضرتك الصعوبات معروفة لدى رجل الشارع والرجل الكبير اللي في البيت وكل الشباب اللي تحت السن المرشحين وكل الزملاء اللي فوق السن وكل المرشحين على المناصب الثلاثة لو سألت كده المصور هتلاقي عارف لو سألت حد في مدرسة بره ايه مشاكل زمالك هتلاقي مدرسة وكل المرشحين بيتكلموا عليها لكن هنا بقى مين بيتكلم على المشاكل وحيقدر يحلها ازاي على أرض الواقع هو هنا بقى الأساس طيب ديني مشكلة دكتور مثلا مشكلة المدينيات العلانات الزمالك لا دا انا حد لحكي عدة مشاكل على رأسان المدينيات قولي لي مثلا دكتور حلها ازاي يعني قولي لي مشكلة او عدة المشاكل هتكتكلمي عليهم او اللي انت عادتك موجودة في الاجندة بتاعتك طبعا وحلها ازاي شوف حدتك المدينيات مش هتتحل غير بطريقة علمية ادارية ممتخصصين في المجال الرقم واحد ان احنا لازم نعمل لجنة متخصصة في مجال الاستثمار من أعضاء نادي الزمالك سواء رجال اعمال او الاكاديميين واللي كمان بيشجعون نادي الزمالك ونعملها مفتوحة لاننا لازم نكون اصحاب قرار الشركاء في كلنا ان نادي الزمالك دا مش يهم ميرفد بس لا يهم اعضاء الجمعية العمامية وجمهور نادي الزمالك اللجنة هتشتغل على وضع خطة استراتيجية لمعالجة المشاكل الموجودة مالية من ضمن شوف حددتك انا وقعية انا عايز اللي اقوله يتنفذ على ارض الواقع سهل اول ان احنا نقول احلام ولكن لما تيجي يتنفذها حتصطدم بالتنفيذ في ارض الواقع احنا لو كلمنا على المشاكل المادية حتلاقيها عدة مشاكل اول مشاكل هي الديون والمشاكل بيننا وبين الفيفا علشان خطر الكيد ووقف الكيد للعبين طبعا حددتك عارف ان احنا كده داخلين موسيب من غير ما ندمك واندعم الملعب طبعا وفي عدة لعبات مش في لعبة الكرة بس بس على رأسها كرة الكضب على الاساس ان هي اللعبة الشعبية الجماعية اللي اولى في نادي الزمال وحننزل بقى الباكية الالعاب كرة يد كرة سلة كل الالعاب الجماعية والالعاب مستشفقة لعبين هنا وهنا وهنا طبعا احنا طبعا في تعظمنا للجنة الاستثمار والتفكير بطرق خارج الصندوق هو ده اللي حيوفر لنا الدعم انا برضو عايز انتهز هذه الفرصة بجودة مع حضرتك ان انا عايز اقول شكرا لكل رجال الاعمال المتواجدين حاليا بالنادي ان كل واحد فيهم عايز يدعم فرق عايز يدي هدية عايز يعمل حيك ولكن ينفعش القلعة البيضاء تعيش على الدعم الوقت هو نادي الزمالك نفسه يقدر يصرف على نادي الزمالك لان هو برند ولكن عايز ادارة حكيمة علمية متخصصة في وضع الاستراتيجيات اللي هي هتديك الحق ده في بعض الاندية دكتور كان يقولك جميلة شاركنا فكرة التبرعات هل حاتك ممكن تفكري في حاجة زي كده شوف اي حاجة هتخدم نادي الزمالك مشروعة هفكر فيها انا المهم عندي احق الحلم ان نادي الزمالك اخرج بالازمة اللي هو موجود فيها يعني ممكن تتراحي فكرة التبرعات لدى الجماهير عشان تساعد نادي الزمالك شوف حذرتك ممكن تبرعات ممكن رعاية ممكن ناخد دعم من ناخد موفد الجهة الادرياء ان احنا ناخد كرد حسن من يا اما البنوك يا اما بعض رجال العمال او الشيوخ العرب اللي هما بيحبوا نادي الزمالك دي حاجة الحاجة التانية حضرتك احنا لازم نفتح كمان باب الرعاية لازم الرعاية يجو يرعو فانيلة النادي في اي بقى مجال موجودة فيه اما هم مفتوحة دكتور لازم كمان اما هم مفتوحة دلوقتي هو ايه المشكلة ما انا دعوك من حاجة المشكلة التانية بعد ما حقول لحضرتك المكترحات وحقول لك يا مفتوحة بس مش مفعلة بدرجة المنشودة لي لازم حضرتك ان نشوف الرعاية زي ما قلت الحقيق لازم نفتح باب المشاركة بطريقة ايجابية ان لو عندك مكترح خارج اطار الصندوق واذا كان يحتاج طريقة مشروعة ان احنا ناخد مفتوحة الجهة الادرية ان احنا نعمله ونعمله لازم نستسمر صور نادي الزمالك بطريقة اكثر ايجابية لازم حضرتك القناة التلفزيونية عندنا القناة الوحيدة اللي ما بتطلعش داخل ولا على ثانية حد لازم يتم تطويرها اكتر من ذلك من خلال تجمع وترابط الاعلاميين اللي موجودين من ولاد النادي عشان نقدر نحط خطة اعلامية جيدة نزود الاراضات اللي جاية منها ان احنا كمان نوسع قعدة المشاهدين فيها جنب القناة ضروري اعمل راديو محطة راديو خاصة بنادي الزمالك شغالة برضو الاربعة وعشرين ساعة زيها زي القناة جنب دوت كله انا بنشط كمان وبحلم ان يبقى عندنا منصة الكترونية المنصة بتبقى ملك النادي الزمالك ومفتوحة لكل الاعضاء والمشجعين للمشاركة الفعالة من ضمن البرامج اللي ممكن تعيد علينا كمان دخل اللي انا بقترح وطبعا انا رأيي هيبقى استشاري ولكن الرأيي الاساسي هيبقى للخبر اللي موجودين في لجنة الاعلام اللي هتعمل على تطوير الجانب الاعلامي اللي احنا ان شاء الله عايزين نشتغل عليه جامد وطبعا حضرتك ارف ان احنا عندنا كثير من الاعلاميين موجودين سواء مزعين او مخرجين او منتجين او فنانين يعني مثلا انا بحلم ان يكون فيه بحلم ان يكون فيه مسلسل على حياة اللعيبة ونقول اللاعب الكدوى اللاعبين الحالين ولا القدامة اه اه ونقول الطفل اللي بيحب الكرت القدم اللي بيحب الباسكت اللي بيحب السلة وناخد المميزين من ولاد النادي ونحكي هذه القصة بشكل جازب وكمان يجيب اعلانات خدت بالحضرتك ازاي طبعا كل دوت على ارض الواقع لما تيجي اللجنة ونسمع الافكار بطريقة تشاركية ايجابية انا متأكدة ان هنوصل في هذا الجانب الى ايجابيات ده زي ما قلت لحضرتك التبرع ان احنا ناخد معافقة الجهة الادرية ان احنا ناخد كارد حسن ان احنا نفتح باب الاستثمار بطريقة خارج نطاق السندوق فيه عندي جانب كمان مهم اوي ده شخصي من قصرتي لنادي الزمالك احنا بقلنا فترة كنا بنسعى ان هو يتقدم وما كناش عارفين ان حيبقى فيه انتخابات بس شائط الظروف احنا عندنا شركة دولية اجنبية عالمية بترغب في انشاء ثلاث استادات دولية داخل مصر واشترطها انها تعمل استاد لنادي الزمالك وبناء نادي 6 اكتوبر فرع الزمالك طبع للعيل عنده حضرتين هو جوزي هو المستشار القانوني للشركة وهم عارفين ان احنا زمالكوية زمالك شايف كده فعرضوا عرض من المنطقة لا لا واثقين فيه وان شاء الله لما ربنا هيكتب للنجاح يمكن ممكن نقول النتيجة الثلاثة النهاردة بعد بكرة يكونوا موجودين عشان حضرتك تكون عائل الشركة دي بقى هتعمل ايه ودي برضو مورد مالي هتبني الندي الاجتماعي وهتبني استاد عالمي في اكتوبر فرع الستة اكتوبر احنا تواصلنا معاهم وبعتنا لهم رسومات نادي الزمالك اللي كانت موضوعة ولسه هنشوف الرد بقى في القعدة في الجلسة اللي هتعقد بوجود بقى الاستشارين المهانسين اللي موجودين من نادي الزمالك اللجنة القانونية اللجنة المالية وحنضيف كمان يعني انا برضو باقترح ان يكون موجود من اجل الشفافية مندوب من وزارة المالية مندوب من الضرائب مندوب من حضرتك مكافحة الفساد من الرقابة الادارية ويريد كمان مجلس الشعب اللجنة الرياضة ولجنة الاستثمار والتخطيط يبقوا شركاء معنا ونطرح الموضوع ونشوف ايه بنود العقد اللي هتتم نعقدها بنا وبنا علشان نقدر ايه اللي حيبقى لينا و ايه اللي حيبقى علينا الخطوة الاولى هتتم تنفيذها في مرحلة وقتية قد ايه المرحلة التانية قد ايه شكل الاستاذ العالمي الاول في منطقة الشرق الاوسط هيتضمن دي بعض المعلومات هيتضمن فندق هيتضمن صلاة قاعات هيتضمن مصرح عالمي هيتضمن مول وحيكون جنب الاتفاق ده مبلغ ما اللي هناخده من الشركة كبير من اربحنا علشان نقدر نسد به بعض الاحتياجات المالية اللي محتاجها هنجي في الوقت الحقيقي طب الشركة دي هتتشتغل ببلاش ولا هتاخد فلوس ما انا قلت لحضرتك هما هيبقوا شركاء في الاستاذ اه يعني هيتشتغلوا بقيت لما يجيب فلوس طب هو الاستاذ حضرتك هيجيب ايه هيجيب ملايين الاستاذ حضرتك اتبع زي حق انتفاع كده ما بين يا ايه ما هيبقى حق انتفاع يا ايه ما هيبقى مشاركة بالارباح ده اللي هتحدده جلسة الاتفاق ده مبلغ كبير جدا يعني ده اخذ في المليارات لا وحناخد مليارات كمان من عقد الاتفاق من بنود العقد من نصيب الارباح بتاعتنا فيه ده هيواجبوا حاجة تانية هما ملهمش علاقة بيها احنا هنفتح باب الاشتراك العضوية الجديدة في نادي 6 اكتوبر عشان ده برضو يكون دعم مادي ينقذ معنا ويسهل في حل الازمة المالية اللي بيمر بيها نادي الزمالك